السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني عكس حلقة المريخ شوي بنعطيك جرعة أمل اليوم اليوم حلقتنا عن الشمس اللي رح تنتقل من برج الثور لبرج الجوزاء اللي رح تكون الطاقة فيها عالية جدا طبعا انتقال الشمس رح يكون يوم الأحد 21.5 الساعة 7.9 دقائق صباحا بتوقيت جرينج بده ينتقل تنتقل الشمس وتصير موجودة في برج الجوزاء ورح تظل في برج الجوزاء لغاية عصر يوم 21.6 معنى الساعة 2.57 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج طبعا الشمس معروفة هي الطاقة هي الحيوية هي التفاؤل فعشان هيك رح تعطينا وهي داخلة على الجوزاء يعني برج حليف لإلها فالطاقة رح تكون قوية جدا بخلال هذا الشهر رهم انه في زوايا سلبية يعني بيبدأ الانتقال بزاوية مع زحل وفي نهاية اللي هي ما بعد 15.6 أو في الفترة هاي اللي هي بالفترة 15.6 تقريبا بيصير في زاوية لها علاقة مع نبتون بتبلش تتشكل برضو تربيع سلبية لكن هاي بتلعب عن النفسية والإحباط والعدم الثقة بالنفس والشغلات اللي زي هيك واللي مع زحل شوي بتخلينا ندرس خطواتنا وما نتخذ قرارات حاسمة إلا إننا نراجعها طبعا جميع الأبراج بدهم يأخذوا بالأمرين هدول هاي أهم التحذيرات صحيح إنه الشمس رح تعمل زوايا إيجابية وقوية جدا وأغلب الوقت يعني هي بس بحدية الزوايا رح تكون منتحسة ولكن أغلب الفترة رح يكون فيها إيجابية من صفات الشمس طبعا إنها هي بتعطينا الطموح والصراحة والتفاؤل والجراءة الكرم النشاط العالي جدا القيادة الاستقلالية ولكن في فترة انتحاستها بصير عنا ثلاث سلبيات اللي هي الغرور والأنانية والديكتاتورية يعني التزمت بالرأي ورأيه هو الصح وكله بديه يتنفذ الإشي اللي أنا بحكيه عشان هيك انتبهوا في فترة انتحاسة الشمس طبعا الشمس ودخولها للجوزاء على برج هوائي والشمس أساسا هي الكوكب الحاكم للأسد فيه انسجام ما بين الأمرين فعشان هيك منلاجت انه التركيز الفترة هاي او إيجابية الفترة هاي انه فيه طاقة فكرية كبيرة وطاقة حركية ونشاط غير معتاد بتمدنا بالرغبة في التغيير بتجعلنا أشخاص شوي فضوليين منبحث عن أجوبة لكل إشي بدور حولنا بتنمي فينا شعور قوي بالتمرد والعصيان أو الحرية أو الخروج على القواعد والقوانين عن القواعد والقوانين ومنبذي الروتين منبذي الروتين بشكل قطعي ما منحب الروتين منحب التغيير بتكون الطاقة عنا في أفضل حالاتها طبعا لأنها هي برضو إلها علاقة إنه الشمس راح تركز على الغد الصنوبرية اللي بلغة الاستبصار منسميها العين الثالثة بتنظم ترددات الموجات الطاقية بشكل قوي جدا لأنها بتسهل عملية التدفق لبقية الغدد الصماء وبتأثر إيجابا فبيعمل الدماغ بنشاط عالي جدا أكثر المستفيدين طبعا مع وجود الشمس في الجوزاء الأبراج الهوائية اللي هم الجوزاء والميزان والدلو طبعا وأقل أقل شيء راح يكون واحد من الأبراج النارية ومعنين الأبراج النارية اللي هم الحمل والقوس وأقلهم القوس لأنه مقابلهم تماما ولكن راح يعطيهم إيجابيات والأسد طيب يا سعيد خلاص هاي الدرس الأكاديمي هذا والمعلومات هاي ما بتهمنا دخلنا على الأبراج وخلصناه طيب يالله نروح على الأبراج مع بعض برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا الشمس راح تمنحكم طاقة وقدرة على التعامل مع الأصدقاء بقوة ووضوح وصراحة وممكن هيك تبدأ علاقات صداقة متينة في هاي الفترة بتعزز علاقاتك السابقة بطريقة جديدة ومختلفة بتجد متعة حقيقية بتنقلاتك باتصالاتك بحواراتك بنقاشاتك بالترويج لسلعة معينة بالدراسة وخصوصا اللهم الطلاب اللي بالمراحل الابتدائي والثانوي هذول بكونوا مميزين وعندهم رغبة عالية على الدراسة الأجواء جيدة حتى مع الإخوة ومع الجيران في نوع من أنواع السعادة والنشاط والحيوية وخصوصا مع الأشخاص المقربين منك زي الإخوة والجيران أفضل الفترات هاي خصوصا طلاب الثاني وينهم يستغلوها لإنجاز ودراسة أمورهم العلمية لأنها رح تترسخ أكثر ممكن تجدوا أنفسكم مدفوعين لتعزيز العلاقات مع الجيران أو طرح أفكار تشاركية معهم الأجواء جيدة حتى على العواطف على الغراميات لأنه تعطي قدرة على التواصل الجيد لازم تستغل هذه الفترة لأنها فترة مميزة وقوية بالنسبة لك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هنا الشمس دخولها رح يكون على بيت المال صحيح أنت الشمس ما استفدت منها لما كانت موجودة عندك لأنها شكلت زوايا سلبية وكل الكواكب كانت تشكل زوايا سلبية فما عرفت بشكل جيد تحتفل بعيد ميلادك ولكن مع دخول الشمس على الجوزة وانفصال هذه الزوايا وبعدها عن أورانوس شوي هيك رح تفتح مجالات تعود الصابق فهون التركيز رح يكون على بيت المال اللي هو أكثر شيء بيبحث عنه مولود برج الثور اللي هو الاستقرار المالي يعني رح تكون مدفوع بقوة ونشاط لتحقيق أهداف مالية والحصول على يعني بعض الأفكار أو المساعدات اللي ممكن إنها تنعشك خلال هاي الفترة انت بالفترة هاي سيد المسؤولية ممكن بعضكم ينتقل من سكن لآخر ممكن بعضكم يهتم ببعض الديون أو تحصيل بعض الأموال أو الدفعات هاي فترة مالية حقيقية ومكاسب واضحة بتيجي نتيجة أعمال إضافية أو مستحقات مالية أو هدايا حتى وممكن إنك الدخول في مختلف المعاملات المالية مثل البنوك والمصارف إذ القروض سداد قروض ترتيب دفعات البدء بمشروع مالي برضو فترة جيدة ولكن بدك تراقب الزوايا هل تصلح للمغامرات ولا لا عندك أفكار مهمة ممكن إنها هاي أفكار تعود عليك بالربح والفائدة أهم إنك تحاول إظهارها للعلن برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا أول شيء كل عام وأنتم بكل خير وسعادة يا رب صحيح فترة كانت صعبة جدا وخصوصا مع تجمع الكواكب كلها اللي كانت موجودة في بيت المتاعب اللي أرهقتك ولكن الآن بلشت تتفكفك الأمور مع دخول الشمس على برجك معناته بتبلش تدريجيا لحديث ما يوصل عيد ميلادك لتبدأ سنتك الجديدة رح تمنحك الشمس الحيوية والنشاط بتستعيد كل شيء فقدته خلال الأشهر الماضية طاقة إيجابية بتعود أمورك الصحية إلى أفضل صورة بتسلط عليك الأضواء برضو بشكل قوي جدا وخصوصا إنه برضو في شهر ستة العطارد رح يلحق الشمس ورح تدعمك بشكل أقوى استفيد ما أمكن من كل شيء عملك عاطفتك كل شيء كل شيء رح يكون مميز بالنسبة لك فلازم تستغل كل الفرص ولكن يا عزيزي حاول إنه ما تخدعك مظاهر الأشياء بشكل كثير ما تحاول إنك تروح بعيد عن العمق يعني ما تأخذ بالقشور الوهم فترة مناسبة جدا للاهتمام بتطوير مواهبك الكتابية الإبداعية إظهار قدراتك الفكرية عندك القدرة على التركيز والفهم والبحث والمعرفة حتى أنت ملفت للانتباه رح تكون للجنس الآخر بشكل قوي بهاي الفترة فلازم تستغلها بشكل قوي وما تستسلم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا ممكن تكون أنت أكثر المتضررين لأنه وجود الشمس في بيت متاعبك يعني غرب لتكثير من الأشياء في حياتك وهاي دورة سنوية يعني كل سنة بنفس الفترة الشمس بتكون موجود بالجوزاء تعتبر أصعب فترة على موليد برج السرطان لا سيما صحيا وماليا فبدك تكون حذر من أي عارض أو طارق صحي لأنه الشمس بتسبب اضطرابات بالهرمونات وأيضا حساسية في الجلد بالنسبة لأيلك خصوصا الأشخاص اللي عندهم برضو أمور إلها علاقة بالرئة بدهم ينتبهوا بشكل جيد أهم شي أنك ما تثق كثير بحدسك في هاي الأيام وحاول أنك ما تبالغ في فهم الآخرين لأنه ممكن أنك تكون مخطئ احذر من الأفكار الغير واضحة بالنسبة لأيلك ممكن تسبب لك هاي الفترة بعض الموجات الغير متوقعة أو المواجهات مع أشخاص غرباء أنت شخص له خصوصيته وصفاته وهذا الشيء بيكون مصدر قوتك الحقيقي فحاول أنك تحافظ على الخصوصية بعيد عن إلقاء اللوم على الآخرين وحاول أنه أي شخص بنزل من هالغربال يعني خلص ما تركز عليه كثير الله يسهل عليه برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هنا بلش هنا فيها شوية أمل لموليد برج الأسد وخصوصا أنه مع وجود المريخ اللي بعطيك الطاقة العالية وأيضا دخول الشمس على الجوزاء بتمنحك نشاط عالي جدا نشاطك رح يتركز على النفسية والحضور والنشاط الاجتماعي وعلاقات الصداقات طبعا رح يكون فيه عندك قدرة عالية على الإقناع وطرح الأفكار وتقبلها من قبل الآخرين حسب مجال عملك حسب طبيعة حياتك رح تتلقى مساعدة أو دعم من الوسط المحيط فيك فيه ممكن أنك تحقق الكثير من الأمور طبعا ممكن شوية هيك يكون فيه عندك بعض الحوار النقاش تبادل الأفكار المناسبات الاجتماعية بتكثر عندك بالفترة هاي وبرضو بإمكانك أنك تكون تبدأ بتكوين معهد تنموي تعطي دورات تدريس تعليم الأشياء اللي في هذا المجال أو حتى في مجال الإرشاد النفسي هذا كله رح يكون لصالحك رغباتك أهم إنك لازم تنتبه من رغباتك والسيطرة على الآخرين أو فرض آراءك عليهم بالقوة لأنه ما رح يكون هذا الأمر لصالحك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا هنا رح يكون القمر الشمس في مكان قوي بالنسبة لإلك إله علاقة بالعمل والعلاقة مع المسؤولين وإله علاقة بالسمعة فهنا تضمن لك هاي الحركة الفلكية تقدم عالي جدا بطرح أفكارك المبدع والخلاقة على المسؤولين عنك في العمل لأنها كثير مفيدة بالنسبة لإلك ورح تلقى آذان صاغية بالنسبة لإلك أهم شيء إنه ممكن تأخذ طريقها للنور وتتحقق على أرض الواقع الأجواء جيدة جدا بالنسبة لإلك بتدفعك تأثيرات الشمس للتقرب أو فتح أبواب للتواصل مع أحد المسؤولين عنك في العمل وبتكون العلاقة طيبة النتائج عليك إنك بس تخفف قليلا من الالتزام وحساب الأمور بطريقة مبالغة فيها ومعقدة أحيانا تخفف شوي هيك ما تخلي مخك يشطح كثير الحياة أبسط مما تظن احذر خلال توقيعك على أوراق مهمة لا سيما إذا كانت أوراق مالية عليك أنك تدقق فيها بشكل جيد وبكل تفاصيلها وبرضو في نفس اللحظة وجود الشمس في بيت السمعة يعني بعض الأشخاص بيحاولوا يشككوا بسمعتك أو بسلوكياتك أو بيهاجموك فحاول قدر الإمكانك ما تعمل أي شيء يفتح المجال لهذا الموضوع برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هنا الطاقة العالية جدا بالنسبة لألك لأنه القمر الشمس هنا رح تكون في البيت التاسع لألك وهي أنسب الفترات للسفر للهجرة تقديم أوراق معاملات تجديد إقامة وعلاقاتك أيضا مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد برضو الدراسات العليا وإنجاز تحقيق مشروع علمي أو استراد وتصدير يعني فيه فرص كبيرة بالنسبة لا إلك وهي تعتبر الفرصة الأقوى لإثبات جدارتك وقدرتك على الغوص عميقا فيه كل عمل بتكون فيه أهم شيء كتاب الشعر اللي بيشتغلوا بالتأليف اللي بيشتغلوا بالتمثيل اللي بيشتغلوا بأي مجال فني برضو تعد هاي فرصة ذهبية لإتمام مشاريعهم ممكن يحققوا كثير من النجاحات خلال هذا الشهر بتجد في نفسك القدرة على تسيير الأمور بشكل عقلاني ومنطقي أيضا على المستوى التجميلي والاهتمام بالمظهر العام رح يكون قوي جدا وحاعل المستوى العاطفي أيضا بتنشطوا في كل أعمال التجارة الخارجية ويتكون قدرتكم على تحسس الأمور بشكل فطري أفضل بكثير بتستفيدوا من قوتكم الروحية برضو في هاي الفترة إلى أبعد الحدود الأجواء جيدة وداعمة حتى على مستوى الأوراق والمعاملات القانونية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا هنا الشمس تحركت من مقابلك اللي أرهقتك جدا الآن وصلت للبيت الثامن فعشان هيك حاول أنك ما تترك هاي الفترة تضيع هيك يعني هباء منتورة تروح لازم تستغلها بكل طاقتك لأنه فيها كثير من الأرباح المادية اللي في طريقها إلك لسيما من شراكة أو من تعويضات مادية مستحقة أو أموال منقولة من الزوج أو الزوجة أو من خلال حصر إرث أو بيع عقار يعني هاي الفترة الأنسب للأمور العقارية وتبديل السكن وتحسين المنزل والعلاقة مع الأبناء وأفراد الأسرة وبتعطيك الشمس القدرة على المناورة ولكن بدكوا تنتبهوا شوي يعني شوي يعني كثير بمعنى آخر من عصبيتكم الزائدة ويعني حاول أنك تكون دائما واضح بدون قسوة وصادق ولكن بدون مبالغة في يعني أشخاص ممكن يحاولون أنهم يتقرب منك هاي الأيام وممكن هذا شيء يدخل السرور والبهجة على قلبك أهم إشي إنك ما تحكم على الأمور بتسرع برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا تعتبر هاي الفترة من الفترات الجيدة إلا بس الطاقة هاي اللي نازلة ولا باقي الأمور رح تكون ممتازة يعني تعتبر فترة جيدة بتعيد بعض الأمور لنصابها الصحيح فيما يخص علاقتك العاطفية أو اتدفع بها نحو الأمام بشكل كبير وجيد على الرغم من إنه الأجواء والظروف بتجعلك متسرع أو متوتر أحيانا الحوار مع الشريك أفضل الطريق لحل الأمور أو تدعيمها بما يرضي عقلك البحث دائما عن الجديد بتمتلك هاي الفترة قدرة كبيرة على الإقناع ونشر التأثير بالتأثير في الآخرين بطريقة مدهشة عندك يعني هاي نعتبرها فترة مهمة جدا على مستوى الشراك العملية والعاطفية يعني بالتجارة فتح مشروع تبحث عن شريك برضو جيدة بإمكانك فرض شروطك الخاصة على شركائك في العمل دون أنك تتنازل عن كل ما في مصلحتك بعيد عن الاستغلال حاول يا صديق القوس أنك تظهر قدراتك الحقيقية في التواصل الخلاق والأفكار الحقيقية واللي بتحفز وبتحلق عاليا خلال هذا الشهر الأهم تنتبه لطاقتك لأنه طاقتك بتكون ضعيفة فما تستهين بالأعراض الصحية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هنا وجود الشمس في بيت الصحة والعمل فتحكي لك أنه الفترة هاي مليئة بالعمل والمشاغل اليومية المتراكمة في بعض الأحيان اللي بتحس أنه الوقت بيدركك وممكن أنك ما تقدر تقوم فيها ورح تحس دائما أنك أنت بحاجة لوقت إضافي أهم إشي أنك ما ترهق نفسك كثير في العمل على الرغم من قدرتك على طرح الأفكار الجديدة وإنجاز أعمالك أنت بطبيعتك أساسا طبيعة عملية وهذا الشيء أساس حياتك وبأثر على مختلف علاقاتك الأخرى أهم إشي أنك ما تنشغل كثير بأعمالك عن علاقاتك الأخرى لأنه ممكن تتخلى عن كثير من الأشياء عشان ترضي نفسك في عملك ممكن تتأثر في هاي الفترة من بعض الأمور الصحية أو تصاب ببعض الحساسيات أو العدوى بدك تنتبه وما تبالغ في تقدير الأمور بشكل كبير أنت شخص صبور جدا وعنيد جدا فعشان هيك ما تستسلم بسهولة برج الدلو بالنسبة لما ولد برج الدلو طبعا وجود الشمس في بيت قوي بالنسبة لإلك وصديق لإلك بيجعل هاي الفترة الوقت المناسب لتشعر فيها بالراحة والأمان وراحة النفسية والاستقرار النفسي صحتك بتعود لك تدريجيا ترجع لسابق أيامك تشعر بالنشاط جديد ممكن إذا كان بعض موريد برج الدلو عندهم عمليات جراحية أو برنامج غذائي معين هاي الفترة الأنسب للقيام فيها عاطفيا أيضا بتستعيد ثقتك بشريك العاطفة وبتعود المياه إلى مجاريها ممكن بعض التنازلات أو المصالحات الأجواء جيدة جدا أنت بالطبيعة غير عن الظاهر يعني اللي بشوفك بقول عنك عنيد وعصبي وما فيش عاطفي وهذا ولكن أنت شخص طيب جدا ولكن شخص غيور وهاي نقطة ضعفك حاول دائما أنك تكون أنت أنت الشخص المميز ذو الحضور الحقيقي وإذا كنت من الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال الكتابة أو الشعر أو التأليف أو عندك هواية معينة حتى لو كانت بالتمثيل أو النشر أو المحاضرات أو المجالات الفنية فهاي الفترة المميزة جدا بتلقى قبول كبير من الآخرين وشهرة جيدة وبتحمل هاي الفترة خبر سار أو فرح وبرضو جيدة على المستوى العاطفي والتجميلي والترفيهي يعني بكل الأجواء تقريبا جيدة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت ورغم قسوة الفترة الماضية والضغط الكبير اللي أثر على موليد برج الحوت والمشاكل اللي اختلقت وما قدر يتحملها برج الحوت إلا أنه الأمور بتعود تدريجيا لشكلها الطبيعي الجيد رح تعمل على ضبط الحياة داخل المنزل القيام بإصلاحات مختلفة لها علاقة بالبيت أو العائلة ممكن تبدأ بعلاقة مع الأسرة انتهاء مشاكل معينة مشاكل لها علاقة بالمنزل من الداخل أو تصليحات ترميمات أو استئجار بيت جديد ممكن تقوم بعملية جرد وتنظيف حقيقي أو زي ما حكينا انتقال لسكن جديد ممكن الشمس تمدك بروح هيك تكون فيها متحدي وقدرة على الإمساك بالأمور داخل المنزل وتحمل المسؤولية بشكل كبير أنت إنسان ممتاز وهاي الفترة بتجعل من نفسك في دائرة الضعف إذا أنت استسلمت فحاول إنك ما تحط حالك إنك ضعيف لازم تثبت قوتك كثير من موليد برج الحوت رح يكون في عندهم فرحة في المنزل أو خبر سار إلى علاقة بالعائلة في احتفال في حفلة في الأفق لازم تكون جاهز ومستعد لا استقبالها يا ريت اللي ما حط لايك يعني أخبار منيحة بدها لايك لا لا بدها لايك يعني ماشي اللي بكرهوني بس لا شخص سعيد مش للتوقعات عادي هدول حطوا ديسلايك عادي بس الباقي يعني حطوا لايك مش مشترك اشترك يعني عمل لك أي شيء كبس على الكبسات اللي تحت الله يرضى عليكم جميعا ويوفقكم ويبارك فيكم ويجعل هذا الشهر شهر خير وبركة على الجميع هيك منكون انتهينا من أخبارنا الفلكية والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر